أسعد الله مساءكم بحلقة جديدة من برنامج حرير وعالم النجوم اليوم حلقتنا من العيار الثقيل حلقتنا مع شخصية وصلت للعالمية شخصية أخذت قلوب الجماهير بابتسامتها وتواضعها لها بصمة على مسرح أربس جود تايلند وبنفس الوقت حوارية بشكل أنيق ولبق في الكلام كانت شجاعة في حواراتها مع النجوم العالميين ريا أبي راشد هاي حديث مساء الخير مساء النور حبيبة قلبي اسم الله ريا ابتسامتك ترهب المقابل أنت عكس الناس مرسي كليك زو أنت كمان بتسامتك حلوة حبيبتي روحك حلوة ريا بكون أنت وصلت للعالمية طبعا هكذا بيقولوا بس أنا ما بحس بهالدخامة يعني أنا بالنسبة إلى ابنت بتحب السينما عملت انترويوز مع نجوم سينمائيين يعني بكل بساطة ما بشوفها هالأد فيت شغف والشغف دائما طلعينا مع النجوم في برنامج سكوب بس شي غريب أن أنت درستي السينما وعندت القدرة على الإنتاج ليش ما دخلتي مجال التمثيل لأن الواحد لازم يكون عنده دائما كل الصحفي بيسألوني نفس السؤال ليش ما دخلت مجال التمثيل أنا درست كتابة السيناريو والواحد لازم يكون عنده موهبة بالتمثيل ما لازم ننسى الموهبة أنا عندي موهبة إن شاء الله بتقديم البرامج بس بالتمثيل ما بفتكينه أبزا بالعاكس ما بعرف أنا كذب ويكونه شخص تاني السينما الشي الحلو فيه أنه واحد ممثل شاطر بيعرف يكذب ويصير حدا تاني يعني بيتقن شخصية تانية كليا من مهنة أنا ما بعرف ما بعرف إذا بعرف عامل هالشي للمعلومة لأنك أنت ما تعرفين تبقى مصين الشخصيات لذلك أنت قدرتي أنت تفوزين بقلوب الجماهير كلها كل ما ترى هو ما ترى يعني وصلتي بإحساسك الصادق بتواضعك للجماهير بمصداقية أخليتي بصمع بكل المجالات إذا كانت الصحفية إذا كانت اللقاءات إذا كنتي على المسارح العالمية حطيتي بصمة ري أبي راشد وين تبين توصلين بأهدافك أو كم حققتي للحين من أهدافك يعني حققت كل أهدافك لهلأ شفت كيف أنه ما فيه هدف أنا بعيني بس أنا ما حدا أنه يعني هيدا الإكسبرشن بالإنجليزية أنا ما حدا أنه بدلني أتطلع حوالي تشوف مين نجح أحسن بتطلع بنفسي بشوف إذا أنا يعني التحدي هو مع نفسي إذا أنا عم بعت الأفضل من ما عندي وإذا بحس ما بعم بعت من الأفضل بجع بحاول يعني أعطي أكتر وأكتر هل حققت كل شيء بدأ حققه بحياة المهنية إنه بعد ما خلصي بقى ربما لا رحقق غير قصص بس بخلي يعني ما بخطيت لهالشي ما عندي هيك هالخطة بخلي هيك الحياة تدورني شوي تحبين التعب بحب التعب يعني بتعرفي شو لأنه بلاقي إنه إذا الواحد ما بيتعب على حاله مش إنه ما استحق بس إنه مهم الواحد يتعب بالحياة هيدا بيتعلم من التعب وانتي اسم الله تعبتي عشرين سنة قدرتي إنك تسوي لك مسيرة من الإعلام ودرب طويل هذا الشيء اللي أنتي وصلتيله يدرس للناس اللي طلعوا على الساحة حاليا في الفين وثلاثة وعشرين من السوشال ميديا ويقولون نحن مشاهير شو مفهوم الشهرة بالنسبة لرية أبي راشد ما الشهرة تغيرت حتى بهليوود الشهرة تغيرت أنا دايما بقول نحن عم نشوف الجيل الأخير من نجوم هوليوود متل ما عرفناه هون متل بالعصر الدهبة أو هلأ يعني ما في ليونادو ديكابريو جديد ما في برات بيت جديد ما في لأنه هلأ صارت النجمية غير النجمية صارت قبل بالخمسينات كانوا دايما يتكلموا عن مارلين منرو ببيتها على الجبل من عزلة من الناس هلأ الواحد اللي يكون مشهور لازي مفتح بيته وحياته وشخصيته وكل شيء للناس عبر السوشال ميديا يعني تغيري تكليا صح لأنه دائما نحن نشوف السوشال ميديا مع كل الأسف هذا الكلام نحن نقول للناس اللي فاهم نفسك واللي دخلت في مجال الإعلام بكل مجالاته تقريبا يعني من لقاءات من صحافة هو هذا الإعلام الصحيح لكن في مشاهير دخلوا على عالم السوشال ميديا نسوا أنه في فئات عمرية تحت التأسيس حاليا يتابعونهم طبعا ويتأثرون فيهم بس هيدا مسؤولية كمان الأهل يعني أنه في عمر للسوشال ميديا لأنه أو في لازم يكون في أبحاث عن السوشال ميديا يعني فيلترين ما هو جيد ما هو ليس كل هذه الأشياء بس طبعا في كتير أنه في تأثير جيد بالسوشال ميديا صح في تأثير في تأثير جيد يعني السوشال ميديا مثلا ساعدت كتير بتمكين المرأة لأنه بتشوف كل هالمؤثرات كل واحدة مرأة مستقلة عندها البزنس تبعا عندها البرودكس تبعا هيدا صورة جيدة عن المرأة أنه هي متمكنة وتعرف تعمل البزنس تبعا وميديا سوشال ميديا أنه I love that بس في كمان الفيك أنه هيدا مش وشي وهيدا مش جسمي وهيدا مش هيدا من حياتي وهيدا مش جزديني هيدا مش هيدا مش هيدا مش وهول البنات الصغار بيتمحوا أنه أنا يكون عندي هالكريستيان ديور والشانيل وهالشي أنا كتير بحب النايس باكز يعني بس مش هيدا الشي الوحيد بالحياة لأنا أتمح له سوري من فترة أنا كتبت مقال كان مشاهير تافين مش حرب للمشاهير لكن كانت رسالة للبعض وليس الكل أنه فيه ناس يطلعون بطريقة سلبية يأثرون على الجيل اللي جاي الجيل اللي احنا قاعد نحاول نتعب عليه ونصنعه ليش لأن الجيل 2023 مو نفس جيل العشرين جيل صار متفتح أكثر واعي أكثر يعرف أكثر وهالشي منيح بالعكس هذا شيء إيجابي مش سلبي لكن السلبي وين يعني في مع الأسف الحين ريّة أبي راشد وصلت لي هالمكان ووصلت للعالمية من تمشين في الشارع تمشين في مكان أي مكان يعرفون ريّة أبي راشد هل أنت وصلت لهذه النجومية بسهولة؟ لا صار لي عشرين سنة عشرين سنة صارت هذه العشرين سنة يعني الناس كبروا هلأ بيوقفوني بالطريق بيقولوا أنا كنت أحضريك لما كنت صغيرة وبيفاكرو يمكن بزعل لأنه أنا صار لهم عشين صار في أجيال كبري طعم تحضر هالبرنامج أنه أنا هالشي أنه إنه تورمز ماي هارت يعني كتير بيسعدني أنه الناس هالقد عندهم وفاء صح لا إليه أكيد بس هالأريّة أبي راشد تخاف على بنتها من أحداث السوشيل ميديا وصرعة السوشيل ميديا وتطور السوشيل ميديا صراحة لا تعرفي ليه؟ لأنه تفهم السوشيل ميديا كبري وحواليا السوشيل ميديا بحكيها بطريقة مباشرة عن يلي منيح ويلي ميش منيح ويلي بيصير ويلي ما بيصير بستعمل السوشيل ميديا لقارن للحياة الحقيقية حلو لأ ما بخاف بس ما بحب ما بحب انه خصوصيته تخلص مع السوشيال ميديا شفت كيف يعني ما بحب انه فكريت اذا انا بطلع على السوشيال ميديا والناس بيعرفوا وانا انا في مؤسرات ولادهم اذا بشوفهم بالطريق بعرف اسمهم بعرف اعمارهم بعرف شكلهم انه انا تزعجنا فكريت ان الناس يعرفوا بنتي بالطريق لان تي ما اختارته الحياة قد ما تقدرين اتحافظين على خصوصيته. اي ان انا لي احافظ على خصوصيته وهي تحتار. لان ما بحب فكريت انه اذا باستعملها انا لايكون عندよし اكتر استعملها اكيد احطلع باللجور والفالوورز. نعم. وهي باي دوواي هي ب İyi san binti. بسم الله بسم الله الله يحميها. بابましょう يا ابي راشد شو تتمنين بنتك تكون في المستقبل تكون امرأة مستقلة متمكنة عندها تختار حياتها يعني حتى لو بدها تكون عندها حيات مهنية أو ما عندها حيات مهنية الخيار يكون إلا هي تكون بحياتها أنه خياراتها تكون إلا ما حدا يختار شي لإلا وإن شاء الله هالخيارات تكون جيدة إلا بس أنه هي تختارها هي تكون متمسكة بحياتها منه أكثر شخص فخور بمسير تتش المهنية غير ري أبو راشد أنا ببتكتنا أنا ببتكتنا النرجسية مين جوزة أخوتي لا كل الناس حوالي كثير أنا كثير بتجيني محبة كل الناس في بعض المرات تصعدين على مسرح خاصة إذا كانت المسارح العالمية وتحسين فيه شخصية موجودة تنتظرين أن يوم تخلصين أداءتو على المسرح يصف في قلتي بحرارة لا بس تتلع على المسرح بتنسي كل الناس العالم كله بتنسي العالم كله بتعرفي هالشي أنا بنسى العالم كله لأنه قد ما بستمتع كون على المسرح بنسى من فيه في المسرح بعدين يعني مثلا السن الماضي قدمت حفل الافتتاح لمهاجين البحر الأحمر ناس يمين فيه بعدين شفتهم بعدين وقلت أنا آه كان فيه كان فيه الديزاينر تبع فستان انبسطت أنه كان موجود بس مش فتهم أبدا بالمسرح شو قصة فستان عرب جود تالنت hip hop الفستانة اضايق وكانت عندك مشاكل مع الفستانه كيف قدرت كنجمة على مسرح ضخم تتصرفين ما تصرفت كانت كانت صهرة من العمر هيدى نتذكرا كان هالشي قبل الستيليستس هلأ بنعتكتير انت بهل يالي بسميه انا دراما الفستان كان قبل كل هالمشاكل نحن ما تنسى Arab Idol كان أول برنامج بهالدخامة بيطلع بالوطن العربي يعني ما حدا كان معود عليه ما حدا كان كان هلا مثلا واحدة بتقدم برنامج مثل Arab Idol متوقع هاللوك لأنه في ناس في بنات قبلها أجر أنا كت أول واحدة أنا كمان ما كتعارفة شو المناسب تلبس بأول موصل من غطانت ما كان عندي ستايلست ما كان هلا إنو أنا مثلا ما بعتبر حالة فاشونيستة بعرف ألبوس أنا بعوز ستايلست يعني أنا بعرف قديم هيدا هيدا شغلتي وكل واحد وظيفته بقى أطولي فستان لبسته وسكر تلعت على المسرح هيدا هي كانت لصة اليوم طبعا بحكم أن الوقت عندنا ضيق بكون لئيمة ما بقولك شو تعطينا نصيحة للمشاهدين لأ أنا اليوم تلميذة عندك نصيحة إليك نصيحة إليك بكل فخر خلي روحك مثل ما هي أنت إنو بحس ما بعرف كثير تفاصيل عن حياتك الشخصية بس بحس إنو قررت بوقت ما من حياتيك لتأخذ حياتك وما بحس إنو كنت بها القوة قبل يعني أنو بفتكر تمكن أنت قررت نهار تتمكن من حياتيك وفخورة أنك عملت هالشي وما بعرف إذا صحيح صحيح بس إنو كملة هيك يعني ضلك أنت حبي حالك دايما لا 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 تأخذ حالك لأنت تأخذ حياتك لحياتك لكي تستطيع فعلها في نهاية اللقاء قبل ما ننهي ودي أقول لك أنا رسالة لك أنا عادة شوي مغرورة ما أحب أقول حك حد أنا أحب شخصيتك أو أنت قد ولي ليش بحس حالك مغرورة؟ من حقي أستحق بس أول شخص خلاني أدخل الإعلام كان أنت قبل ثلاث سنوات شفت لك لقاء في سكوب وكنت فخورة فيك أنا ما عارفتش مع مين كان لك؟ كان مع جوني جوني دات كنت فخورة فيك أن أنت قدرتي شوفي أنت اللي شوفتش من كثر ما أنت متواضعة وعفوية ما يشوف أن شخصيتش قوية طيبة شوفش طيبة يستمتعون بابتسامتش طيبة بس ما في عولة كبير أي يعني من قاعدتي قدامه وتتكلمين هو اللي كان خايف منك حبيته كنت وأشوفتش بس ما بيخاف منك أشوفتش من جوني دات ما تعتريها بس بيكون صوحي أي يعني تعرفين اللي قدرتي توصنها المرحلة اللي هو كان حديث المجتمع والناس كلها كانت تتمنى حتى لوصورة من بعيد أنت قدرتي تكونين شاطرة وتأخذين معا هذا اللقاء الحصري حبيت شخصيتش حبيت ابتسامتش حبيتنا نفس ما قبل شوية تقوليننا لا تخافون من أي شخصية ما تخافوا مين ما قاعد أدي بكم فأنت كنت كذلك أنت كنت تقولينها واليوم تطبقينها وأنا قلتلك مسيرتك أشرين سنة أمانة تستحق أنها تدرس وأنا من الناس اللي أول مرة في حياتي هذا اعتراف ثاني أن أدخل فعليا كدراسة كدورات بمجال الإعلام كان معاشا إن شاء الله تكوني استفدت تعلمت شيء كثير أتعلمت الثقة في النفس أتعلمت الصبر أتعلمت أنه ما يصير إذا الواحد يريد يوصل للنجومية بطريقة صحيحة ما يصير تك تك وصلت لا أتعب أكون مشتهد أتعلم ركز لا تأخذ الحياة إن أنا قاعدة مع إنسانة نجمة عالمية خلص أنا وصلت لا هذا بداية الطريق الصحيح دائما كل يوم بداية بداية تكميل حياتك أنا حزينة أنا أريد أن أقول للمشاهدين أننا وصلنا لنهاية البرنامج أو الحلقة اليوم لكن لا أريد أن تخلص الحلقة شكرا لكل المشاهدين شكرا ريا أبي راشد أعطتنا من وقت تجتمين وشرفتنا بهذه الحلقة شكرا تصبحون على خير شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة